السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووظفة جديدة اليوم سنقدم لكم طول ما تعطر شيء بطريقة جديدة نتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها وترجو علي بالخبر منطول شالكم ونوحو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير اول خطوة بدأت بها وجت لصوستومات كما كنت شوفوا في اتنجرة درت شوية على الزيت وحطيت عليهم حوالي نص حبات عبصل كوترابيتها وخليتها تتقلى مليح بعد ما تقلى لي شوية ذاك البصل ضفت عليه ورقة تارند وشوية تعتم مرحي وخليتهم يتقلوا شوية يعني مش ياخدوا وقت طويل بش يتقلوا من بعد راح نضيف عليهم حبات تماطيش تكون شوية متوسطة نرحيها ونحطها تزيد هي تانية تتقلى مع ذاك البصل ونضير توابيل توعي شوية تاع الملح شوية تعفلف اللكحل وشوية تعالع العكري في الاخير كي تقلى لي مليح ذاك البصل نضير مغروف تاع تماطيش كونسانتخي ونخليها تتقلى هي تانية مليح معاهم من بعد راح نمرق بكاس تعمى ونخلي لصوص تاعي الطيب شوية يعني ما نخلي وهاش تكمل طيبها بسكو راح تكمل طيب في الفوق ومن جيها نروح نحضر الكفتة التاعي هنا يا عندي شوية تعفيون داشي نصحبة تعبصل شوية تعمعدنوس كمية من روز كنت غليته ونصطيب صافر تعبيضاء ملح وشوية تعراس الحانوت نخلطهم مليح تيدخلو في بعضهم ونروح نحضر مول صغير كي ما شتو وشوية تعطر شي كنت شويتو ونقيتو مليح نحكم الطرشي كي ما را كنت شوفو بعد ما كنت نقيتو مليح ونحطو في القاعدة تع هذي المول ندير طبقتين منه هنا يلي تحب تدير شوية تعالصوص طمات في القاعدة تعالصوص طمات في القاعدة تعالصوص طمات تعاك بعد ما نكمل نحط هذيك الطبقات تعالطرشي نحط الطبقة التانية من هذيك الحشو اللي حضرناه اللي هو فيونداشي مع الروز والبصل نحاول ندير طبقة مستوية ونكمل نغلق بالفلفل تعي وفي الاخر نروح نجيب هذي كلاسوس طمات اللي كنت خليتها طابت هي الفلول نسقي بها كامل لومول تعي ونحاول نجيب موس وندير ثقوب في هذيك الطرشي هكدا باش هذي كلاسوس تحبط في كامل لومول وهي اللي راح طيب لي هذيك الفيونداشي نحاول نشرب فيها قد ما نقدر يعني نحاول نشربوها مليح هكدا باش يجي البلات تعنا مشرب وميجي ناشف ندخل لهم يطيبو كي نشوف لأصص تعنا هذي كبدات تنشف والفيونداشي تعنا طابت نشعلو لها غير من الفوق هكدا باش تحمارنا غير داكل واتش الفوقاني وهكدا يكون البلات تعنا واجد وهذه هي كانت بالنسبة للوصفات تع نهار اليوم نتمنى تكون ليلت اعجابكم انتلقى ان شاء الله في الفيديو القادم مع وصفات اخرى مع السلامة